تهنئة لكل مصر كل مصر بيوم من أروع ومن أفضل ومن أقوى ومن أمجد أيامها كل مصر بجيشها وشرطتها وشعبها كل سنة وانتوا طيبين وبألف صحة وسلامة 25 يناير واحد من أروع الأيام في تاريخنا الحديث النهاردة هني أو هنأ الرئيس المصري سيد عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بذكرى عيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام وذكرى ثورة 25 يناير وقال فخامة الرئيس السيسي عبر حسابه بموقع فيسبوك النهاردة الثلاث سيظل يوم الخامس والعشرين من يناير خالدا في ذاكرة المصريين يذكرنا ببطولات رجال الشرطة الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات وهي الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب وهو ما طالب به المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير إنني إذ أهنئ كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير أدعو الجميع لاستنهاج الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر صح؟ كلنا في مصر نستحق مستقبل أفضل كلنا في مصر بزلنا الغالي والنفيس علشان خاطر مصر تعيش أحسن أحلى أفضل أقوى مصر حقها بين الأمم مش بس إنها تبقى عاصمة صنع قرار لا إنها تظل دائما فجر الضمير الإنساني مصر بدأت خطواتها مصر مشيت على الطريق الصحيح مصر بدأت الطريق السليم بمنتهى القوة علشان كل اللي كنا بنحلم به كلنا حلمنا بحاجات كتير حلمنا بصحة أفضل بتعليم بصناعة باقتصاد بزراعة بمستقبل لولادنا